السلام عليكم ورحمة الله نتحدث الآن عن الإصابات الصحية وده كان التصنيف الأخير بالنسبة للعاقات الجسمية والصحية مما احنا تكلمنا عنهم في البداية الإصابات الصحية أول حاجة نتحدث عنها هي الأزمة الصدرية هي إحدى الإصابات المزمنة والمتطورة التي تنتشر بين الأطفال نسبة شيوعة هاتنين ونص وطبعا نسبة مهيش قليلة نسبة عالية أقصى ما ميز هذه الإصابة أنها تسبب سعالا مستمرا وصعوبة في التنفس فيه قحة مستمرة ومستمرة وفيه صعوبة في التنفس الإصابة دي بتنتج عن إيه اللي هي الأزمة الصدرية عندنا ضيق في القصابات الهوائية أول حاجة القصابات الهوائية يكون فرضيق تدخم الأنسجة الداخلية للقصابات الهوائية برض تدخم في الأنسجة الخاصة بالقصابات الهوائية زيادة السائل المفرز داخل القصابات الهوائية وناخد بنا من النقطة دي بعد كده عندنا إصابات القلب عند الأطفال في بعض الأطفال بيتولدهم بإصابات في القلب وكمان في نسبة كبيرة يذكر الكاتب أن في نسبة كبيرة من الأطفال حديثي الولادة عندهم مشكلات في القلب طيب تتصف عرض الإصابة بإيه؟ بعمراض القلب أو بإصابات القلب بإيه؟ صعوبة في التنفس وتشوهات في الصد عجزة في نمو الطفل العام أي طبعا إصابة في القلب بتسبب مشاكل لكل شيء داخل الجسم يعني إحنا عام فين القلب يعتبر زي أساس الجسم العدو الأساسي داخل الجسم يعني الجسم ما بيستغناش عن أي عدو الجسم الكامل ولكن القلب إذا حدست في مشكلة عجزة في نمو الطفل العام في ألم في الصد في الزقاق الشفتين الشفتين يكونوا أعين لونهم أزق وأطراف الأصابة جميل؟ فيه كمان الدواخان ده من الأشياء الخاصة بإيه؟ الأمواض الإصابات القلبية آخر حاجة عندنا في الإصابات الصحية وهي أعراض داون أو متلازم داون وإحنا تحدثنا قبل كده عليها في الأعاقة العقلية وعرفناه إن كل شخص من الأشخاص موجود لديه ستة وربعين كومصوم لا اللي عنده داون بيبقى سبعة وربعين والستة وربعين بيبقوا مقسومين إلى تلاتة وعشرين زوج من الكومصومات هو بيجي عنده في الكومصوم مراقم واحد وعشرين بيصبح سلاسي وحديثا يقال إن أعراض متلازمة الداون يعني ممكن يكون فيه كومصوم زيادة ممكن يكون فيه في بعض الأحيان تشوه فيه نقص فيه 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 كل دا ممكن من الأشياء اللي بيتسبب متلازمة الداون وأعراض طيب الداون عندهم من المميزات الخاصة الجسمية خصوصا لهم شكل خاص بيهم يعني المنغولي أو الداون له أول حاجة انبساط الوجه راجه منبصر عريض ميلة وانحضار في العينين جميل انبساط في مؤخرة الرأس في الجمجمة جميل صغر حجم الأنف كسر الأطراف دي نقطة مهمة يتميز الأطفال متلازمة الداون انه هم أجسامهم بدينة وقصرين يعني فيه بدينة مع ايه مع قصر آآ القرام ارتخاء العضلات العضلات عندهم ضعيفة وتكلمني عن النقطة دي قبل كده واننا عندهم العضلات ضعيفة عشان كده بيحتاجهم هم أنا دايما نقول العلاج الطبيعي ويحتاجهم إلى تدريبات ويه تنمية لقدراتهم آآ العضلية جميل فيه كمان تأخر في النمو الحراقي طبعا النقطة دي من النقطة المهمة يعني اذا استطاع الطفل العادي ان يمشي مثلا على سن سنة ونص مثلا لا دا بيتأخر ممكن اذا يقعد لسنتين ممكن لسنتين ونص وبعض الحالات نقولنا ان ما فيش شيء عام ممكن حالات ممكن تتأخر في النمو الحراقي بصفة كبيرة